السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مجددا طلاب الصف الثالث متوسط في مادة التفكير الناقد معكم الأستاذ طلال المهباش ومترجم لغة الإشارة الأستاذ بدر الحمود اليوم بإذن الله تعالى نستكمل القسم الأخير من هذا الدرس وهو بعنوان الاستدلال الاستنباطي أولا نتذكر الأهداف نقرأ أتعرف على معنى الاستدلال اثنين أصنف أنواع الاستدلال ثلاثة أتعرف على عناصر الاستدلال أربعة أحدد مفهوم الاستدلال الاستنباطي وأنواعه خمسة أوضح مكونات الاستدلال الاستنباطي وإجراءاته في الدرس السابق تكلمنا أيضا عن التمهيد وقلنا أن التمهيد به نقاط مهمة دعونا نعيد قراءة التمهيد ونستذكر النقاط المهمة نقرأ الاستدلال هو استنتاج صدق أو كذب قضية ما وهو العملية العقلية التي ينتقل فيها الفكر من قضية أو قضايا نعرف حكمها إلى قضية أخرى يراد معرفة الحكم فيها وتسمى القضايا التي يبدأ منها الاستدلال بإسم قلنا المقدمات كما تسمى القضية التي عادة ينتهى إليها بإسم وذكرنا سابقا اسم النتيجة وهكذا يمكن تحديد أهم عناصر عملية الاستدلال في الآتي واحد مقدمة أو مقدمات يستدل بها على صحة النتيجة وقلنا نتيجة تترتب عن هذه المقدمة أو المقدمات وقلنا أيضا ثلاثة علاقات أو علاقات منطقية تربط بين هذه المقدمات وبين النتيجة التي تلزم عنها وأخيرا عدة قواعد يعتمد عليها التفكير في انتقاله من المقدمة أو المقدمات إلى النتيجة وأيضا عرفنا الاستدلال أعزائي الطلاب وقلنا الاستدلال لغة واصطلاحا لغة هو معناه تقويم الدليل أو طلبه لإثبات أمر معين أو قضية معينة وأما اصطلاحا فهو عملية منطقية ننتقل فيها من مقدمات معينة إلى نتيجة تترتب على تلك المقدمات وتكلمنا عن الاستدلال الاستنباطي لدي سؤال الاستدلال الاستنباطي هناك أنواع للاستدلال الاستنباطي من يتذكر؟ هناك نوع له مقدمة واحدة وهناك نوع آخر له مقدمتان أو أكثر دعونا نقرأ الاستدلال الاستنباطي تعريفه أولا هو الانتقال من قضية عامة إلى قضية جديدة أو هو بوجه عام الانتقال الضروري من مقدمة أو مقدمات إلى نتيجة معينة وله استدلال الاستنباطي مباشر وغير مباشر وقلنا المباشر له مقدمة واحدة وهو الاستدلال على قضية جديدة من قضية معلومة ويتم دون واسطة وله أكثر من صورة من بينها التقابل بين القضايا وهو الانتقال من الحكم على قضية معلومة إلى قضية جديدة تتفق معها في الموضوع والمحمول وتختلف معها في الكم أو في الكيف أو فيهما معا استدلال الاستنباطي غير مباشر وله مقدمتان أو أكثر وهو الاستدلال على نتيجة من مقدمتين أو أكثر وله أكثر من صورة من بينها القياس ومن أهم صوره الأقيسة الحملية والأقيسة الشرطية الأقيسة الحملية وهي الاستدلالات غير المباشرة التي تكون قضاياها حملية أما الأقيسة الشرطية وهي استدلالات غير مباشرة تكون قضاياها شرطية منفصلة أو متصلة لدي سؤال نقرأ هذا السؤال بتمع ومن ثم نحاول نستذكر ما تعلمناه ونحاول أن نجيب على هذا السؤال أولا دعونا نقرأ لكل المخلوقات ذوات العشرة أرجل أجنحة المقدمة الأولى مقدمة الثانية لكل العناكب عشرة أرجل النتيجة لذا لكل العناكب أجنحة المقدمة أو المقدمة الأولى والثانية كاذبة لماذا؟ عندما نقول لكل المخلوقات ذوات العشرة أرجل أجنحة هل جميع المخلوقات التي لها عشرة أرجل لها أجنحة؟ المقدمة الثانية لكل العناكب عشرة أرجل هل للعناكب عشرة أرجل فعلا؟ المقدمة الأولى والثانية غير صحيحة أو غير صادقة أما النتيجة بالطبع لن تكون صادقة لكن لدي سؤال هل الاستدلال صحيح أو غير صحيح؟ تعلمنا في الاستدلال الاستنباطي قد يكون صحيح حتى لو كذبت المقدمات الاستدلال هنا صحيح لأنه متضمن للمقدمات لكن المقدمات غير صحيحة ولكن الاستدلال السابق صحيح لأنه لو صدقت مقدمتاه لصدقت نتيجته على رغم أنها جميعها في واقع الأمر كاذبة لكن الاستدلال كان صحيحا الآن لدينا فقرة اقرأ دعونا نقرأ يوصف الاستدلال الاستنباطي بأنه صحيح إذا تحقق فيه لزوم النتيجة عن المقدمات بغض النظر عن صدق مضمون قضاياه أو كذبها هذا ما تكلمنا عنه قبل قليل الاستدلال الاستنباطي صحيح متى يكون صحيح إذا تحقق فيه لزوم النتيجة عن المقدمات بغض النظر عن صدق مضمون قضاياه أو كذبها إذن الاستدلال يكون صحيح إذا تحقق فيه لزوم النتيجة عن ماذا عن المقدمات ولذلك قد يكون الاستدلال صحيحا وتكون قضاياه كاذبة نفس المثال الذي قبل قليل تكلمنا عنه وقد يكون الاستدلال صحيحا وقضاياه صادقة فصحة الاستدلال في الحالتين متوقفة على الصورة أو الشكل الذي نظمت على أساسه لدي سؤال هنا نتوقف فصحة الاستدلال في الحالتين متوقفة على الصورة أو الشكل الاستدلال الاستنباطي هل نقول أن الاستدلال الاستنباطي صوري أو مادي نقول لكي تتضح صورة أكثر الفرق بين الاستدلال الاستنباطي والاستدلال الاستقرائي هل الاستنباطي صوري أو مادي صوري نكمل صحة الاستدلال من الناحية المنطقية مرتبطة بالدرجة الأولى بالكل الذي نظمت على أساسه المقدمات والنتيجة وما إذا كانت النتيجة لازمة من مقدماتها ومن جهة أخرى فإن النتيجة التي يتم التوصل إليها في عملية الاستدلال الاستنباطي لا بد أن تكون متضمنة في المقدمات ولا يصح أن تتجاوز حدود المعلومات الواردة فيها وقد تكون مادة المقدمات صادقة ولكن النتيجة كاذبة وعليه فإن الاستدلال يكون غير صحيح لديه سؤال متى يكون الاستدلال غير صحيح ربما يأتينا سؤال ويقول متى يكون الاستدلال غير صحيح هنا الإجابة نضع خط على الإجابة نقول قد تكون المقدمات صادقة ولكن النتيجة كاذبة هنا يكون الاستدلال غير صحيح إذا كانت المقدمات صادقة والنتيجة كاذبة وعليه فإن الاستدلال يكون غير صحيح لدينا فقرة أتذكر نقرأ القضايا المتقابلة هي القضايا التي تتفق في الموضوع والمحمول وتختلف في الكم أو الكيف أو في الكم والكيف معا يعيد هي القضايا التي تتفق القضايا المتقابلة هي القضايا التي تتفق في الموضوع والمحمول وتختلف في الكم أو الكيف أو في الكم والكيف معا ما معناه هذا الكلام؟ هل تتذكرون أعزاء الطلاب عندما تعلمنا في الدروس السابقة مربع تقابل القضايا أو مربع أرسطو دعونا نلقي نظرة على ذاك المربع لكي تتضح الصورة أكثر هذا هو مربع تقابل القضايا الذي تعلمناه في الدروس السابقة هذا المربع باختصار لديه أربعة رؤوس أو أربعة زوايا كل زاوية تتقابل مع الزاوية الأخرى إما بالتضاد أو دخول تحت التضاد أو التداخل أو التناقض لنتكلم بشكل أكثر دقة دعونا نقرأ كل الطلاب عباقرة هذه قضية كلية موجبة كل إذن كلية عباقرة موجبة نرمز لها بكاف ميم يعني كلية موجبة كاف ميم كلية موجبة ننظر هنا كل الطلاب ليسوا عباقرة كل الطلاب كلية ليسوا عباقرة سلبية إذن نرمز لها كاف سين كلية سلبية إذن الموضوع هنا كل الطلاب والمحمول عباقرة الموضوع هنا كل الطلاب والمحمول ليسوا عباقرة هنا بعض الطلاب عباقرة بعض الطلاب إذن كلية لا بعض الطلاب جزئية إذن جزئية موجبة بعض الطلاب جزئية عباقرة موجبة جيم ميم هنا جزئية سالبة بعض الطلاب ليسوا عباقرة بعض الطلاب جزئية ليسوا عباقرة سلبية جيم سين الآن نأتي إلى القضايا المتقابلة كيف نقول أنها تختلف في الكم أو الكيف أو في الكم والكيف ما هنا كاف ميم كلية موجبة هنا كاف سين كلية سالبة اتفقوا في ماذا في حرف الكاف في الكمية في اتفقوا في الكم واختلفوا في ماذا اختلفوا في الكيف عباقرة ليسوا عباقرة إذن اتفقوا في الكم كل الطلاب كل الطلاب كل الطلاب كل الطلاب أما هنا العلاقة بين كاف ميم وجيم ميم يختلفون في ماذا؟ كاف وهنا جيم كل الطلاب بعض الطلاب أحسنتم يختلفون في الكم ويتفقون في الكيف عباقرة طيب من يأتيني بعلاقة بين قضيتين يختلفون في الكم والكيف أحسنتم أحسنتم عندما نقول كاف ميم تختلف في الكم والكيف مع جيم سين كاف كلية تختلف مع جيم جزئية وموجبة ميم موجبة تختلف عن سين سالبة وهنا تكون علاقة تناقض هذا هو مربع مراجعة سريعة لمربع تقابل القضايا دعونا الآن نقرأ الاستدلال المباشر الاستدلال المباشر نوع من الاستدلال ينتقل فيه من قضية إلى قضية أخرى ومن أهم أنواعه الاستدلال عن طريق التقابل بين القضايا هذا هو الاستدلال المباشر الآن أعزاء الطلاب دعونا ننتقل إلى فقرة أتدرب نقرأ إذا كانت المقدمات التالية تقود إلى نتيجة صادقة اكتب النتيجة في الخانة المخصصة لذلك وإذا كان لا يترتب عليها التوصل إلى نتيجة صادقة اكتب السبب في ذلك إذن إذا كانت تقود إلى نتيجة صادقة نكتب النتيجة في الخانة المخصصة وإذا كان لا يترتب عليها التوصل إلى نتيجة صادقة نكتب السبب في ذلك طيب الآن لدينا هذا الجدول المقدمات وسبب عدم التوصل إلى نتيجة دعونا نقرأ ونشاهد حتى يكون الطالب مؤهلاً لدخول كلية الطب في الجامعات الحكومية السعودية فيجب أن يحصل على درجات عالية في الشهادة الثانوية وأحمد قبل في كلية الطب بإحدى الجامعات السعودية نعيد بشكل سريع لكي تتضح الصورة في هذا المثال الأول حتى يكون الطالب مؤهلاً لدخول كلية الطب في الجامعات الحكومية السعودية فيجب عليها أن يحصل على درجات عالية في الشهادة الثانوية وأحمد قبل في كلية الطب بإحدى الجامعات السعودية إذن النتيجة ما هي؟ يوجد نتيجة أو لا؟ بالطبع يوجد نتيجة إذن أحمد حصل على درجات عالية في الشهادة الثانوية إذن هذه نتيجة صادقة الآن ننتقل إلى المثال الآخر إذا لم أجد في دراستي فسوف أحصل على درجات متدنية أنا لم أجد في دراستي إذن يوجد نتيجة صادقة؟ أحسنتم إذن حصلت أو أحصل على درجات متدنية لأنني لم أجد في دراستي فحصلت على درجات متدنية الآن ننتقل إلى المثال الآخر أو الفقرة التي تليها جميع الرياضيين عضلاتهم قوية جميع لاعبي التنس المحترمين رياضيون هل نستطيع أن نتوصل إلى نتيجة صادقة؟ نعيد جميع الرياضيين عضلاتهم قوية جميع لاعبي التنس المحترمين رياضيون نفكر هل نستطيع أن نأتي بنتيجة صادقة؟ بالطبع لا يترتب عليه التوصل إلى نتيجة والسبب الآن نأتي إلى السبب نذكر السبب سبب عدم التوصل إلى نتيجة المقدمات لا توصل إلى نتيجة لأن النتيجة غير متضمنة في المقدمات الآن نأتي إلى الفقرة التي تليها كل الفلزات موصلة للحرارة الماء موصل للحرارة هل نستطيع أن نأتي بنتيجة؟ بالطبع لا يترتب عليه التوصل إلى نتيجة والسبب يمكن أن تكون هناك مواد أخرى غير الفلزات موصلة للحرارة وقد يكون الماء منها ننتقل الفقرة التي تليها جميع السعوديين كرماء محمد كريم جميع السعوديين كرماء ومحمد كريم هل نستطيع أن نقول محمد سعودي؟ نستطيع ربما يكون محمد غير سعودي محمد كريم ولكنه غير سعودي إذن لا يترتب عليه أو لا نستطيع أن نتوصل إلى نتيجة والسبب ليس السعوديون فقط هم الكرماء وقد يكون محمد من جنسية أخرى تتصف بالكرم الفقرة التي تليها إما أن يكون شقيقك طالبا في إحدى الجامعات السعودية أو موظفا في إحداها أن نعيد هذه الفقرة يقول شخص إما 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 أن يكون شقيقك طالبا في إحدى الجامعات السعودية أو موظفا لكن أخي ليس طالبا بإحدى الجامعات السعودية طب الطبع سيكون إذا لم يكن طالب فسيكون ماذا سيكون موظف شقيقك نتيجة شقيقك موظفا في إحدى الجامعات السعودية أحسنتم الآن لدينا أتدرب نكمل السؤال الذي يليه أضع هذه العبارة في استدلالات استنباطية صحيحة العبارة السيغة الاستنباطية للعبارة نقرأ العبارة تنتشر فروع شركة أبل في كل أنحاء العالم ولذلك يوجد لها فرع في المملكة العربية السعودية هذه هي العبارة الآن نحاول أن نأتي بسيغة استنباطية للعبارة نقول تنتشر فروع شركة أبل في كل أنحاء العالم وبما أن السعودية جزء من العالم لذلك يوجد لها فروع في المملكة العربية السعودية استنبطنا وأتينا بصيغة استنباطية جميلة الآن ننتقل الفقرة التي تليها إن نجاح الحكومة السعودية في تطوير الأوضاع الاقتصادية في البلاد أدى إلى زيادة متوسط الدخل السنوي للمواطن السعودي الآن نأتي بالصيغة الاستنباطية لتلك العبارة نقول لكل بساطة نجحت أو بما أن نجحت الحكومة السعودية في تطوير الأوضاع الاقتصادية وبما أن نجاح الحكومات في تطوير الأوضاع الاقتصادية يؤدي إلى زيادة متوسط الدخل السنوي للفرد فإن نجاح المملكة العربية السعودية أو الحكومة السعودية أدى إلى زيادة متوسط الدخل السنوي للفرد هذه صيغة استنباطية الآن نكمل العبارة فقرة ثلاثة أكدت دراسة قامت بها الخطوط الجوية السعودية أن التعاون بين شركات الطيران الخليجية في مجال تنسيق الرحلات الخارجية سيحقق وفرة كبيرة في الأموال لكل دول الخليج نأتي بالصيغة الاستنباطية نقول التعاون بما أن التعاون بين شركات الطيران في مجال تنسيق الرحلات يحقق وفرا كبيرا في الأموال وشركات الطيران الخليجية تعاونت في مجال تنسيق الرحلات إذن شركات الطيران الخليجية ستحقق وفرا كبيرا في الأموال الفقرة التي تليها تعد شركة أرامكو الشركة الأولى على مستوى العالم في تطوير آلات ضخ البترول وتكريره نظراً لأن مجموعة الآلات متنوعة وتعتمد على المعرفة العلمية والابتكار في جميع عمليات الإنتاج الخاصة بها نستطيع أن نأتي بصيغة استنباطية بكل سهولة نقول امتلاك شركات البترول لأفضل الآلات والكوادر البشرية في مجال ضخ البترول وتكريره تجعلها الأولى على مستوى العالم ومجموعة الآلات والكوادر البشرية في شركة أرامكو الأفضل عالمياً وتعتمد على المعرفة العلمية والابتكار في تطوير ضخ البترول وتكريره إذن تعتبر شركة أرامكو الأولى على مستوى العالم في تطوير آلات ضخ البترول وتكريره هنا ننتهي من هذا الدرس أتمنى أن أكون قدمت لكم ما يفيدكم أراكم في دروس قادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته